السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي الحبيبات طالبات الصفة العاشر أهلاً وسهلاً بكم اليوم موعدنا مع الدرس الأول بعنوان مفهوم المول أهداف الدرس أولاً تعرفي مفهوم المول بدلالة عدد أفو جادرو من خلال النشاط ثانياً تحسبي عدد المولات بدلالة عدد أفو جادرو من خلال النشاط تهيئة الدرس انظري إلى الصور التالية حددي عدد الوحدات التي تتكون منها كل صورة من هذه الصور في هذا الشكل تجد أن هناك وحدات مختلفة تستخدم لعد أجسام مختلفة فمثلاً بالنظر إلى هذا القفاز المستخدم لليدين تجد أن الوحدة المستخدمة للتعبير عن عد هذا الجسم هو عبارة عن زوج إذن لدينا زوج من القفازات طيب بالنظر إلى الشكل الثاني رقم اثنان تجد أن هذا الصندوق يحتوي على عدد معين من الأشياء هذا العدد يساوي مثلاً لرقم اثنى عشر وهنا تعني درزان إذن الدرزانة الواحدة تساوي 12 لديها اثنى عشر وحدة في حالة الشكل رقم ثلاثة وهو شكل الأوراق المستخدمة في التصوير تجد أن هذا الشكل يعني رزمة من الأوراق هنا تجد أن عدد الوحدات بتاخله تكون 500 وحدة وإذا نظرنا إلى أي نوع من أنواع المواد الأخرى الكيميائية تجد أن المول يساوي لي عدد أفو جادرو إذن من خلال هذه الأشياء يتم معرفة الوحدات التي تكون أو التي تستخدم لعد الأجسام المختلفة ولكي نستنتج مفهوم المول يجب الإجابة على الأسئلة التالية أولاً ما هو المول؟ ثانياً ما قيمة عدد أفو جادرو؟ ثالثاً ما هي الوحدات البنائية؟ رابعاً وأخيراً ما العلاقة بين عدد أفو جادرو والمول؟ السؤال الأول ما هو المول؟ المول ويرمز له بالرمز N هي كمية المادة التي تحتوي على نفس العدد عدد من الوحدات البنائية للمادة سواء كانت هذه الوحدات ضرات، آيونات أو جزيئات كالعدد الموجود في 12 جرام من كاربون 12 وهو وحدة قياس كمية المادة وتكتب مول السؤال الثاني ما قيمة عدد أفو جادرو؟ هذا العدد اكتشفه العالم الإيطالي أمد أفو جادرو وحدد قيمته على أنه 6.02 times 10 power 23 السؤال الثالث، ما هي الوحدات البنائية للمواد؟ أولاً تتكون المادة من عدد هائل من الوحدات البنائية سواء كانت تتكون من أولاً ضرات كما توجد في العناصر مثل ضرة السوديوم، المغنيسيوم، الكابريت أو أن تكون المادة مكونة من جزيئات كما في حالة المركبات التساهمية مثل H2O أو جزيئ الميثان CH4 أو أن تكون الوحدات البنائية آيونات كما هو الحال في المركبات الآيونية مثل مركب كولوريد السوديوم NECL أو KOH السؤال الرابع، ما العلاقة بين عدد أفو جادرو والمول؟ واحد مول يساوي 6.02 times 10 power 23 من عدد أفو جادرو انظري إلى المثال التالي أنا أحمل مول من النحاس توقعوا كم عدد الضرات بداخل هذا الكيس؟ أحسنتم واحد مول من النحاس يساوي 6.02 times 10 power 23 وذلك لأن المول الواحد يساوي 6.02 times 10 power 23 من عدد أفو جادرو والآن باستخدام مفهوم الوحدات البنائية انظري إلى الشكل الأول أمامك وهو ملح الطعام إذا كان لديك واحد مول من ملح الطعام NECL كم تكون وحدة الصيغة الكيميائية بداخله؟ طبعاً تكون 6.02 times 10 power 23 وذلك لأن المركبات الآيونية وحدة الصيغة لها هي الآيونيت وعليه الواحد مول من المركب الآيوني يساوي 6.02 times 10 power 23 انظري إلى الشكل الثاني واحد مول من النحاس سي يو هتجد أنه يتكون من كم عدد الظرات بداخله التي تكونه لأن الوحدة البنائية للعنصر هي الظر وعليه يكون واحد مول من النحاس يساوي 6.02 times 10 power 23 من الظرات أو الظر الواحد طيب الشكل الثالث يوضح لك 1 مول من الماء هنا هذا المركب تساهمي وبالتالي الوحدة البنائية الأساسية ليه هي عبارة عن الجزئ إذن 1 مول من الماء يساوي 6.02 times 10 power 23 جزئ هذا للجزئ الواحد فقط الآن كم عدد الوحدات في كل من المولات الآتية واحد مول من ذرات الكابريد أحسنتم الإجابة هي 6.02 times 10 power 23 ذر السؤال الثاني كم عدد الوحدات في مول من مركب كلوريد السوديوم بارك الله فيكم يساوي 6.02 times 10 power 23 وحدة صيغة كيميائية السؤال الثالث كم عدد الوحدات في مول من ذرات الحديد؟ أحسنتم يساوي 6.02 times 10 power 23 ذر من خلال هذا النشاط توصل لتعريف المول من خلال هذه المتاهة يعرف المول على أنه هو كمية المادة التي تحتوي على عدد من الوحدات وهي تساوي عدد أفو جادرو هذا هو تعريف المول سجلي الآن تعريف المول بدفتر الصف المول ويرمز له بالرمز إن هي كمية المادة التي تحتوي على عدد من الوحدات سواء كانت هذه الوحدات ضرات آيونات أو جزيئات مثل العدد الموجود في 12 جرام من الكاربون 12 وهو عدد ثابت يسمى عدد أفو جادرو ويساوي 6.02 times 10 power 23 وهو وحدة قياس كمية المادة وتكتب مول وهي المول وصلنا الآن إلى تحديد العلاقة بين المولات والوحدات حيث أن عدد المولات الذي يرمز له بالرمز إن يتاوي عدد الوحدات البنائية ويأخذ الرمز capital N divided by أو يقسم على عدد أفو جادرو ويرمز له بالرمز capital N A capital وبالتالي نستخدم هذا الشكل لتوضيح العلاقة بين المولات والوحدات نرسم هذا المثلث الذي يوضح لنا في أعلى أو في قمة المثلث يوجد عدد الوحدات البنائية capital N وفي قاعدة المثلث يوجد على اليمين عدد المولات small n وعلى اليسار عدد أفو جادرو capital N A هذا في الكتاب المدرسي صفحة رقم 130 برجاء الإطلاع على هذا القانون وحفظ هذا القانون انظري للمثال رقم واحد في الكتاب المدرسي صفحة رقم 130 السؤال هو احسبي عدد مولات السوديوم N A التي تحتوي على 3.01 x 10 power 23 ذرة نطبق في القانون عدد مولات السوديوم يساوي عدد ذرات السوديوم تقسيم عدد أفو جادرو فيكون N بيساوي capital N على أو divided by N A N تساوي في هذه الحالة بعد التعويض بقيمة عدد ذرات السوديوم المعطى لنا 3.01 x 10 power 23 atom divided by 6.02 x 10 power 23 وذلك لأن عدد أفو جادرو ثابت وقد حفظنا في بداية هذا الدرس وذكرناه مرارا وتقرارا وبالتالي يكون الناتج أو أن عدد مولات السوديوم في هذه الحالة تساوي 0.5 mol هنا يتم التعويض في هذا القانون بحساب عدد مولات السوديوم فرضا هنا عدد مولات السوديوم هو عبارة عن عدد الزرات وهي عدد الوحدات البنائية على عدد أفو جادرو وبالتالي يتم حساب عدد مولات السوديوم الآن من من كنا تستطيع مساعدتي لحل التدريب التالي؟ احسب عدد ذرات عنصر الألومينيوم AL التي توجد في 1.5 mol من العنصر هذا في الكتاب المدرسي صفحة رقم 131 من العلاقة الرياضية السابقة يمكن التوصل إلى العلاقة الرياضية الآتية عدد ذرات الألومينيوم يساوي عدد المولات أو عدد مولات الألومينيوم AL في عدد أفو جادرو وذلك لأننا نريد حساب عدد الوحدات البنائية لأنه يطلب هنا حساب عدد ذرات عنصر الألومينيوم أن يقصد به عدد الوحدات البنائية وبالتالي ومن خلال هذه العلاقة الرياضية الممثلة في المثلث الذي أمامك نقوم بالتعويض عن عدد ذرات الألومينيوم المساوية لعدد مولات الألومينيوم في عدد أفو جادرو وبالتعويض بالقيم الموجودة يكون عدد ذرات الألومينيوم يساوي 9.03 x 10 power 23 atom افتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 132 اختبري نفسك 1. احسب عدد ذرات عنصر الماغنيسيوم Mg الموجودة في 0.24 مول من العنصر ثانيا احسب عدد جزيئات SO2 الموجودة في 0.1 مول من طبعا يتم حساب هذه الجزيئات والذرات من خلال العلاقة الرياضية المبينة أمامك وهي العلاقة ما بين المول وعدد أفو جادرو واستخدام هذه العلاقة الرياضية لحل هذه الأسئلة برجاء حل هذه الأسئلة في دفتر الصف إلى هنا ينتهي درسنا لليوم إلى اللقاء في الجزء الثاني من مفهوم المول ترجمة نانسي قنقر